اشتركوا في القناة اقليميا ودوليا وكان لسمو رئيس الوزراء الموقر مواقف تاريخية ستظل راسخة في ذاكرة المسيرة الدبلوماسية البحرينية لم تتأخر حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر في القيام بالخطوات التي تعزز من حضور البحرين الدولي فمنذ النشأة الاولى للدبلوماسية البحرينية قبل خمسين عاما استطاعت منذ البداية ان ترسم لنفسها خطا واضحا ورؤية متكاملة في الانفتاح على العالم بما يحقق مصالح الوطن العليا عيد ذلك إلى ذاكرة التحديات وهديدات المتمثلة في الدعاءات والأطماع التوسعية الإيرانية في المنطقة وفي البحرين التحديدة والتي تم التصدي لها في وقتها بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة التي أدارت المفاوضات موازلت مع أطراف إقليمية ودولية توجد بالتأكيد على عروبة البحرين وسيادتها واستقلالها الناجسة كانت البداية حاسمة عندما جاءت مواقف البحرين أمام العالم لتؤكد عروبة البحرين واستقلالها وسيادتها في مواجهة الأطماع الإيرانية وأن شعب البحرين لا يرتضي لعروبته بديلا وسجل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء موقفا تاريخيا في وجه المطامع الإيرانية في البحرين والتي شكلت أبرز وأخطر التحديات التي واجهت البحرين في العصر الحديث إذ تحلت قيادة سموه بالقدرة والحكمة وانتهت باعتراف العالم بأسره بحقوق البحرين وسيادتها وعروبتها وأيضا أود أن أشير بهذه المناسبة إلى دور سمو الشيخ خليفة بن سلمان رئيس الحكومة في البحرين الذي التقى تمهيدا للحل ومجيء المندوب الدولي التقى مع مسؤولين إيرانيين وكان لقاءا صريحا وقويا في البداية وهو أشار سموه في بعض الأحاديث فيما بعد كيف أنه اصطدم بالمندوب الإيراني وعارض التوجهات الأولى التي حاول المندوب الإيراني يظهرها وهدد بترك الاجتماع إلى أن انتبه الوفد الإيراني أنه يجب أن يتخذ موقف مغاير ففي الواقع أنه هناك بالإضافة طبعا كما أشرت لك أنه لما جن من دوب الدولي ومختلف العناصر السكانية في البحرين والجهات الوطنية يعني اتخذت هذا الموقف الإجماعي بالنسبة لعروبة البحرين فكانت المرحلة في الواقع مرحلة توجه يعني وطني لتأكيد عروبة البحرين وبناء الدولة الحديثة في البحرين التي نحن جميعا أبنائها خلال مسيرة الدبلوماسية البحرينية حرصت المنام على تنوع أطر العلاقات مع الدول الخليجية الشقيقة كما احتلت الدائرة العربية مكانة مهمة في تحركات الدبلوماسية البحرينية حيث اهتمت الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء وبتوجيهات من جلالة الملك المفدى في تنمية العمل الخليجي والعربي المشترك إلى جانب تعزيز علاقات التعاون بين البحرين والدول الشقيقة في مختلف المجالات حرصت البحرين على توطيد علاقات التعاون مع مختلف الدول الأسيوية والأفريقية والأوروبية فعلى مدار العام يلتقي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بكبار المسؤولين وسفراء هذه الدول ويتباحث معهم أفضل السبل لتعزيز العلاقات الثنائية كما اكتسب سموه احترام وتقدير المجتمع الدولي بفضل رؤيته الثاقبة وسعيه الدؤوب لتعزيز علاقات البحرين الخارجية وجهوده في نشر السلام وتعزيز التنمية المستدامة وهو ما تجسد في نيل سموه للعديد من الجوائز والأوسمة العالمية تقديرا للإنجازات التنموية التي حققها في الارتقاء بمستويات النهضة الحضارية في المملكة كما حرصت الحكومة برئاسة سموه على تطوير علاقات البحرين بالمنظمات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة وبرامجها المتخصصة وهذا ما يعكسه الاهتمام الدائم من سموه رئيس الوزراء على مشاركة الأمم المتحدة والتي تجسدها مبادرة سموه في تدشين جائزة تحمل اسم سموه للتنمية المستدامة والتي وضعت مملكة البحرين على خريطة الدول التي تول اهتماما خاصا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة